واشنطن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا والتي يصل مداها إلى عمق الأراضي الروسية وسط تخوفات كبيرة فوفقا لصحيفة واشنطن بوست تستعد أمريكا لإرسال أنظمة متطورة إلى أوكرانيا وهذا السلاح أمريكي قادر على إطلاق سيل من الصواريخ على بعد أميال عديدة لا تستطيع حاليا القوات الأوكرانية الوصول إليها بأسلحتها ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة بايدن تحاول مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها دون إثارة الانتقام الروسي من القوات الأمريكية أو الحلفاء مشيرة إلى أنه في إحاطة مغلقة في مبنى الكابيتول هيل هذا الأسبوع قال مسؤول وزارة الخارجية إن بعض مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف من أن إرسال نظام قادر على استهداف أهداف على بعد 180 ميلا والذي قد يؤدي إلى قيام القوات الأوكرانية بإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية والتسبب في تصعيد كبير إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن ترسل صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا بالمقابل حذر الرئيس الروس فلاديمير بوتن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مالويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس من خطورة تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك يهدد بزعزعة الوضع أكثر ترجمة نانسي قنقر